ثم لدينا درس آخر من دروس الفوتوشوب وإضافة تأثير الدخان على الشمعة أول الخطوات سنأخذ فرشاة عادية ونختار لون الأبيض لا تنسون أن تبدأ بفتح لاير جديد ومن ثم عمل تعريج بشكل يبين الدخان الصورة أعلى ضوء الشمعة وبعدها راح نروح لفلتر من ثم نختار من البلير اللي هو القلوري وعقب باث وباستخدام الأدات النقاط هذه راح نعمل تعريج فوق الدخان بشكل متوازي وعلى آخر نقطة راح نضغط ضغط متواصلة بيظهر لنا مؤشر بشكل دائرة نسحب للخارج كل ما سحبنا راح يأثر على الدخان اللي شايفين أو عمل اللي عملنا بالبراش نضغط هذه العملية بنبدأ بتحريك النقاط الأعلى بشكل معين حتى نشوف فعلا حققنا الغاية من التعديل نضغط OK راح ننتقل الحين إلى اللاير اللي بالأسفل ونختار اللاير من ثم من القائمة هذه راح نختار الأوبرلي أشان يكون اللون أهدى ما يكون قوي على تأثير له الشمة شوفوا معاي النتيجة النهائية